كتلة هوائية باردة تتحرك نحو المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة وانخفاض حاد على درجة الحرارة في العاصمة الرياض التفاصيل بعد قليل أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية نهار اليوم استمرت الأجواء شديدة البرودة في المنطقة الشمالية كنتيجة تأثر هذه المناطق بكتلة هوائية باردة قادمة من منطقة بلاد الشام عبر شمال الجزيرة العربية هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع خلال يومين القادمين أن تتحرك جنوبا نحو المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية استعمال الخفاض حاد في درجة الحرارة وهذا النشوء أحوال جوية غير مستقرة قد تنشأ على إثري غيوم تعمل على غطوزة خاتم الأمطار قد تشمل العاصمة الرياض التفاصيل نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الحرارات المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم وحتى بداية الأسبوع القادمة المنطقة الشمالية تبقى تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة درجة الحرارة تستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام يوم الجمعة بإذن الله يتوقع أن ترتفع قليلا درجة الحرارة في المنطقة الوسطى مع اقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن تعبط درجة الحرارة وتنزل بشكل حاد وملموس اعتبارا من يوم السبت في العاصمة الرياض لتسود أجواء باردة بشكل عام خلال ساعات النهار شديدة البرودة خلال ساعة الليل في عمور المنطقة الوسطى والشرقية وأيضا المنطقة الشمالية كما يتوقع أيضا أن يتشكل السقيع في أجزاء من المنطقة الشمالية خلال ساعة الليل المتأخر وخلال ساعة الصباح الباكر بشكل متكرر خلال الأيام القليلة القادمة توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 15 درجة مئوية كحرارة دونيا المحسوسة 13 الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجة الحرارة 26 من 14 درجة مئوية مع أجواء مستقرة تصل الكتلة الهوائية الباردة نحو المنطقة الوسطى تهبت درجة الحرارة بحوالي 10 درجة مئوية مقارنة بيوم الجمعة 17 درجة مئوية كحرارة عظم أم الصغرى 10 درجة مئوية مع فرصة لهطول بعض زخات الأمطار من غيوم منخفضة ناتجة عن اقتراب لهذه الكتلة الهوائية الباردة يوم الأحد أجواء مستقرة بشكل عام المزيد من الانغفاض على درجة الحرارة مع تعمق لهذه الكتلة الهوائية الباردة 15 درجة مئوية كحرارة عظم أم الصغرى 11 درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الجمعة نبدأها بكل عادة من المنطقة الشمالية أجواء باردة درجة حرارة أقل من معدلاتنا مثل هذا الوقت من العام تبوك 17 إلى 3 درجة مئوية فقط سكاكة 17 إلى 8 وعرع 16 إلى 7 درجة مئوية المنطقة الغربية المدينة المنورة أجواء غائمة جزئية مع 24 إلى 15 جدة 27 إلى 19 مكة المكرمة 27 إلى 19 وطائف 21 إلى 15 درجة مئوية بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة 17 إلى 10 من فرصة الزخات من الأمطار جزئاً أيضاً فرصة الزخات من الأمطار مع 31 إلى 26 وابا 20 إلى 19 إلى 9 درجة مئوية المنطقة الشرقية الدمام أجواء صافية بشكل عام أو تفرق لبعض الغيوم 24 إلى 18 حفر الباطن 19 إلى 5 مع أجواء غائمة بغيوم عالية والإحساء 24 إلى 13 درجة مئوية المنطقة البسطة العاصمة الرياض 26 إلى 14 درجة مئوية وفرق حراري شاسع في بريداء 18 إلى 11 درجة مئوية وأجباء شديدة البرودة في حائل خلال ساعة الليل ثلاث درجة مئوية مع أجواء غائمة بشكل عام إلى هنا تنتعي نشرتنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر